بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في أكاديمية كمال للتربية والتعليم وفي سلسلة فيديوهات ذاكرة النشاط العلمي التغذية عند الحيوانات المستوى الأول ابتدائي تنقسم الحيوانات إلى حيوانات عاشبة وحيوانات لاحمة فالأرنب مثلا حيوان عاشب وأسنانه تختلف عن الحيوان اللاحم كالقطي مثلا فأسنان الحيوان العاشب تشبه التالي الأنياب تشبه إزميلا لإقتلاع القطع والأدراس تشبه محكا لحك الجزر أما أسنان الحيوان اللاحم فأنيابه تشبه خنجرا لقتل الحيوان وأدراسه تشبه مقصا لقطع اللحم أغذية الحيوان العاشب من أصل نباتي وله أعضاء خاصة لأكل العشب إنه مكيف لأكل العشب الحيوان اللحم أغذيته من أصل حيواني وله أعضاء خاصة لأكل اللحم نقول أنه مكيف لأكل اللحم السلسلة الغذائية السلسلة الغذائية هي سلسلة من كائنات حية يأكل بعضها البعض وغياب أي عنصر يؤدي إلى اختلال هذه السلسلة ولهذا علينا أن نحافظ على الحيوانات والنباتات